السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا نكمل مع بعض بعض المسائل المهمة زي مسألة زي كده كسفت المية واحد اذا ما كتبنا واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب او الف كيلو جرام لكل متر مكعب المية طبعا من المواد اللي لها طبيعة خاصة مثلا حرار نوعية المية اعلى قيمة حرار نوعية الماء اعلى قيمة يعني حرار نوعية المية واحد كل المواد كلها اقل من واحد وطبعا الواحدة بتاعته جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى بالواحد او معلومة الف احساس نالك obecذ هذا SB 1100٪ لو كان كيلوجرام لكل متر مكعبoms اناه اذا كان كثافت المية واحد جرام لكل مكعبود عايز يعجز DoncF7 انقيها الكيلوجرام lakaki متر مكعب. الروح كسافة. واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب. ده مين? للماء. الوطر. عازي حولها بالكيلو جرام لكل متر مكعب. كيلو جرام? يبقى ادي الجرام اهو? احولها للكيلو جرام. وادي سنتيمتر مكعب. ازاي? اوجد العلاقة. ده دايما التفكير المنطقي بتاعي. ايه العلاقة بين الجرام والكيلو جرام? الواحد كيلو جرام معروف الف يعني عاشر سموجة بثلاثة جرام. او الواحد جرام عاشر السالب ثلاثة كيلو جرام. دايما حلنا بهذه الطريقة. طيب سنتيمتر مكعب. ازاي نحولها للمتر مكعب? الواحد متر عاشر السموجة اه? عاشر السموجة اتنين سنتي. لان المتر فيه مئة سنتي. تمام? ازاي احنا نحولها الى المتر مكعب? يبقى الواحد متر مكعب عاشر السموجة باتنين في عاشر السموجة باتنين في عاشر السموجة باتنين. كام? عاشر السموجة بستة متر سنتيمتر مكعب. يبقى خلاص. ادي عرفتي العلاقة بين الجرام والكيلوجرام. وبعدين عايزت يعرف العلاقة بين السنت لان احنا احوى من سنتيمتر مكعب ل Janet المكعب المتر مكعب. الواحد سنتيمتر مكعب عاشر اسالب ستة متر مسلوجة. دي العلاقة بينه دي العلاقة بينه. يبقى لما ايجي حول الرو التساوي. واحد جرام هادي الواحد جرام يبقى عاشر اسالب ثلاثة. هلا وسنتيمتر مكعب سنتيمتر الكعب عشر سالب ستة. آهي عشر وسالب ستة. يعني عشر وسالب ستة يعني عشر مس موجة بتلاتة. ايه الوعدة? كيلوجرام لكل متر مكعم. عشر سموجة بتلاتة يعني الف. يعني انا عندي كونتينر بهذا الشكل. في مية وده واحد متر وده واحد متر أبعاده يعني وده واحد متر حيبقى داخل المية واحد طن مية داخل الكونتينر ده طن مية لأن ألف كيلو ألف كيلو في مكعب أبعاده متر في متر في متر من مية يبقى إذن كسافة المية واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب هي نفسها ألف كيلو جرام لكل متر مكعب ناخد مسال تاني كده. ها المسال مهم. مسال مهم ده على الابعاد بقى. عشان ازاي نحنا نستخدم الابعاد. نشوف الشاشة بتاعتنا كده. انا عندي العلاقة الاتية. ابعادها صحيحة ولا لا. معلش نرجع تاني المسألة. العلاقة الاتية ابعادها صحيحة. عايز يقول لك هل ابعادها صحيحة ولا لا يعني. كوريكت اور نوت كوريكت. الفي اف سو في اي زائد اي اهل في اي الف دي عبارة عن الفاينال الفاينال مين الفاينال فيلوسيتي. يبقى الفي اف دي عبارة عن الانيشيل ها فلوسيتي. يبقى ده اسمه السرعة النهائية. تساوي السرعة الابتدائية. زائد مين زائد الاكسل ليشن هو التسارع. مضروف مين مضروف مسافة. ادي العلاقة بتاعتي. انا هفتدي حي اللي بقى افدع شاشة كده هو الجديدة. الفي اف اكتب المعادة تاني. في اف تساوي في اي زائد اي اكس. صحيحة ولا لا? اه انا سامع البعض بيقول عن طريق ايه? عن طريق التحليل البعدي اللي خدناه. ناخد الطرف الايسر. الطرف الايسر هو مين يا شباب الفي اف. الفي اف دي عبارة عن السرعة النهائية. مدام سرعة لوحدتها متر لكل سانية. متر وحدة قياس مسافة. ومين بعد المسافة? ال ال اهي. الثانية واحدة قياس الزمن. ومين بعد الزمن? التي. يبقى دي ابقى بعد الطرف نكتبه كده. نوعد الطرف ايه? الايسر. خلاص. يبقى ده بعد الطرف الايسر اهو. الطرف الايمن. بعد الطرف الايمن. يساوي. في اي سرعة. بعدها ايه? اهي بعدها. عرفناها البعد على طول من غير ما نكتب تاني من جديد. ال على تي زات. تسارع على اليمين كده. اهو. تسارع. التسارع اللي هو الايه? واحدة ايه? متر لكل سانية تربيع. تمام? المتر كل سانية تربيع. بعدها ايه? البعد المتر ده واحدة قياس مسافة. يبقى بعدها ال ال اس هو واحدة الزمن. وبعدها مين? بعدها يبقى تي تربيع اهي. يبقى عبارة عن ال على تي سكوير. مضروبه في مين? مضروبه في اكس. واكس بعدها مين? بعدها ال. اهو. يبقى نعمل ريال رينج عاد الترتيب للمعادلة بتاعتنا يبقى ال على تي بلس. ال سكوير على تي سكوير. هادي بعد الطرف الايمن. هل هو نفسه بعد الطرف الايسر? هادي بعد الطرف الايسر. وهادي بعد الطرف الايمن. هل واحد يسوي اتنين? واحد لا يسوي اتنين. يبقى ازا المعادلة ايه? المعادلة غير صحيح. واكس. يبقى ايه? طب متى المعادلة تكون صحيح? اهو? نعكس بقى السؤال. متى المعادلة بتاعتنا ديه? متى معادلتنا تكون صحيح? دمام? متى معادلتنا تكون صحيح? المعادلة بتاعتنا تكون صحيحة امتى? نفتح كده اهو. اهي F F تساوي V A زاعة A X. متى هذه المعادلة تكون صحيحة? متى? اهان? نفكر. امتا ديه تكون ديه بالساوي دي? بعد ال V F L على T لاني دي سرعة. اهي بعدها ده. V I L على T برضو. اهي. الايه? بعدها L على T سكوير. دي بقى متى ديه تساوي مدى الطرف الايمن يساوي الطرف الايمن لما يكون الاكس دي عبارة عن T. يبقى ده مع ده يبقى فاضل L على T. بلاس L على T. يعني تقريبا اتنين L على T. يبقى المعادلة صحيحة تكون صحيحة متى? لما تكون V F صحيحة. عشان تبقى صحيحة? V F ساوي V I زائد الايه في T. ودي اول معادلات الحركة. عزيزة ان شاء الله في الباب السادة بازن الله. تمام? ده عبارة عن يبقى ازن في هزي الحالة ال L على T هي نفسها ال L على T. يبقى. لو خدنا ده واحد وخدنا ده اتنين واحد يساوي اتنين يبقى المعادلة. صحيح. يبقى ده ده المعادلة صحيحة. ناخد مسلا حاجة تانية. الحاجة التانية. مسلا احنا ناخد مسلا معادلة زي كده. V F تربيع بيساوي V I تربيع زائد اتنين ايه في الاكس. هل ده معادلة صحيحة اوالي لا? نسأل نفسينا. الطرف الايسر طرف الايسر يساوي ايه? ده زرعة. L على T. بس الكل ايه? اهو الكل تربيع. ضرف الايمن. يساوي ايه? L على T. طبعا كابعاد. الكل تربيع زائد اتنين في مين? الايه? تسارع. L على T ايه? سيكوير اهي. مضروف مين? مضروف L. يبقى نعمل ليه الرنك كده? عالي الترتيب للمعادلة بتاعتنا. طبعا قصير مربعين لازم ايه? الابعاد اتنين. ده ده بيه لتربيع يبقى L تربيع على T تربيع. لما نعمل كده يبقى لتلاتة L على T الكل ايه? تربيع. L تربيع. ده عبارة عن واحد يدي اتنين. هل واحد يساوي اتنين? اه طبعا ده L على T الكل تربيع. يعني L تربيع على T تربيع. وده L تربيع على T تربيع. يبقى ازا المعادلة ايه? المعادلة صحيح. وده دايما نحاول احنا ندرب انفسنا ونتمرن على حل هذه المسائل. نحاول بقدر امكان نشوف فين مسائل الابعاد. فين مسائل التحليل البعدي. ونطبيقها مرة واثنين وتلاتة. تمام? لغاية ما نفهم ازاي احنا نتحقق من صحة معادلة باستخدام التحليل البعدي. وده عملية طبعا مهمة جدا جدا لاني طبعا الجزء ده من الباب ده مهم جدا لان احنا ده اي معادلة عشان يتاكد من صحتها لازم نستخدم التحليل البعدي. اشكركم ونتواصل فيما بعد ان شاء الله. السلام عليكم.